تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردغان بالعمل من أجل حل الأزمة الخليجية في أقرب وقت مكررا رفضه لقرارات مقاطعة قطر وقال أردغان في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للمصدرين الأتراك في إسطنبول إن أنقرة تربطها علاقات قوية جدا وذات أبعاد متعددة مع جميع دول الخليج مشيرا إلى أن بلاده تتواصل مع كل طرف تراه على صلة بالأزمة لرأب الصدع بالخليج ومعربا عن أمله بتسوية الخلاف قبل حلول عيد الفطر وأكد الرئيس التركي أن معارضة بلاده الإجراءات غير العادلة ضد قطر لا تستادف أي دولة أخرى في الخليج ووضح أن تركيا سعت منذ البداية لاتخاذ موقف منصف فيما يتعلق بالأزمة وفي سياق الموقف التركي من الأزمة أيضا ندعى وزير الخارجية تركية مولود شووش أغلو الدول التي حاصرت دولة قطر إلى تقديم ما يثبت ادعاءاتها واتهاماتها ضده وقال شووش أغلو في تصريحات صحفية عقب لقائه أمس بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن هناك تهامات ودعاءات ننبغي توثيقها بالأدلة وأوضح أنه نقل إلى الملك سلمان رسالة من الرئيس أردوغان أعرب فيها الرئيس التركي عن ثقته بإمكان إيجاد حل للأزمة واستعداد أنقرة للمساعدة على ذلك ينضم ولينا من إسطنبول مراسلنا أحمد غنام أحمد ضعنا في تفاصيل تطورات الأزمة الخليجية وتفاعلتها في تركيا نعم هشام بالواقع أن تركيا تحاول منذ اليوم الأول للأزمة الخليجية العمل على بشكل مكثف لرأب هذا الصدع وحل هذا الخلاف بين الأطراف الخليجية وكان وزير الخارجية التركي ونوشاوش أغلو قد زار خلال الأيام القليلة الماضية كل من الكويت وقطر وكذلك السعودية من أجل تفعيل الوساطة الكويتية وتوصل إلى حل بين الأطراف الخليجية وكان الرئيس التركي رجب طيب أردغان أعرب منذ اليوم الأول عن حزنه لهذا الخلاف وأيضا أعرب عن ثقته به ذات الوقت من أن السعودية قد تلعب دور بارز وقد يكون الملك السعودية هو المفتاح لحل هذه الخلافات حسب ما كان في كلمته قبل قليل وأكد الرئيس رجب طيب أردغان بأن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الخليجية وأن تضامنها مع قطر لا يعني الوقوف ضد أي طرف آخر وأن وجود القواعد العسكرية لا تعني أنها موجهة لأي طرف آخر وأنما هي من أجل أمن الخليج برمته وبكامله وأيضا كان وزير الخارجية التركي مولود شاوش أولو قد أوصل رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردغان بأن خادم الحرامين الشريفين يجب أن يقوم بما يليق بدوره من أجل رأب هذا الصدع وهذه الخلافات وحلها وتوصل إلى حل مع جميع الأطراف وأكد أيضا شاوش أولو بدوره بأن كل من الكويت وقطر وكذلك تركيا يرغبون برؤية الوثائق أو الدلائل التي تؤكد تورط قطر في ملفات الإرهاب حسب الادعاءات وحسب ما تصفه الأطراف التي تقاطع قطر وتحاصر قطر منذ اليوم الأول للأزمة وهي السعودية والإمارات والبحرين أحمد غنام مراسلنا من إسطنبول شكرا جزينا لك